السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبائبنا أبطال قيم التشغيل هتكوني ماما احنا النهاردة هنتكلم عن علاج البويضة الصغيرة ازاي نتعامل معها وازاي نخليها بويضة كبيرة تبقى صحيحة وصالحة وإيه هو مقاسي البويضة أصلاً اللي احنا عايزينها عشان نقول عليها بويضة كبيرة وصحيحة وصالحة معكم النهاردة دكتورة ريام الشال أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري وإحنا النهاردة في طبيباتي أهلاً بيكم يعني في بويضات صغيرة وما بتجبرش وكل دورة بيقولوا يا دكتورة إن البويضات صغيرة جداً وما فيش الطبويض الناجح اللي احنا كنا منتظرين ولما تكلمنا في درس كامل عن الطبويض يعني ايه طبويض النجح المقاسات اللي احنا عايزين نوصل لها في البويضات عايزين نوصل من المقاس اللي بيكون تقريباً في معدل السبع ملي تمانية ملي نوصل على أيام الطبويض اللي هنا بين اليوم التاسع والتمنتاشر نوصل لمقاساتنا بين الثمنتاشر إلى اتنين وعشرين ملي علشان نقول عليها بويضة صحيحة ويحصل بعد كده الانفجار عشان تكون الخطوة النهائية لكن بعض السيدات اللي بويضات عندهم ما بتوصلش لهذا الحجم وساعتها هنحتاج إلينا نعالجها طبياً سواء كان بالطرق العادية طرق الطبية الصحيحة اللي هي الأدوية أو بالطرق التقليدية اللي قد نسمع عنها واللي بدأنا إن شاء الله في رحلة بحس إيها وبنتكلم عنها في قيمة تشغيل كاملة هي الطرق العشبية أو الطرق المستخلصات أو الطرق اللي بيعملوها الناس كطريقة شعبية كده أو أي طرق أياً كانت هي لكن النهاردة إحنا بنتكلم عن الطرق الدوائية وإحنا ساعتها كأطباء بنبدأ نتدخل بالأدوية يعني الكلام ده بنتدخل به نتيجة خلل نتيجة مشكلة في البويضات مينفعش إن أنا هناخد المناشط ككمبوني كده اللي هو بنغدوه أصلاحنا كويسين بس إحنا هناخد المناشط عشان بدل ما نطلع بويضة نطلع خمسة مفيش حاجة فمها كده وده بيحصل في حالات ندرة جداً جداً وبنكون عارفين إحنا بنشتغل ليه لكن البويضات الصغيرة علاجها إننا نديه منشطات إيه يا المنشطات دي؟ المنشطات هي صورة من الصور الدوائي بنقسمها لشكلين صورة في صورة أدوية عن طريق الفم أو رهس عن طريق الفم وصورة تانية في صورة حقن أو حقن سواء كان حقن عضل أو حقن تحت الجلد الطريقتين متحين والطريقتين كويسين وفيش منهم أدرار ولكن بيتم اختيار كل طريقة تناسب حسب كل حالة فطبعاً الطبيب أو الطبيبة المتابعين هم الوحيدين القادرين على تحديد هذا وما ينفعش إننا نحدد طرق للتنشيط اللي زي تمت متابعة التبويض قبلها صدقوني بتفرق جداً جداً ومناء العريب بندي يعني فرص أحسن لإننا ناخد أفضل بروتوكول بأفضل نتيجة ممكن طيب الردود اللي ممكن تحصل أو النتائج اللي ممكن تحصل لهذه المنشطات عبارة عن إيه؟ عندنا خمس أنواع من الاستجابات عندنا استجابة عادية يعني يحصل طبويض ببعيدة واحدة ولطيفة وجميلة وتكبر في المعاد المعقول بتاعها يعني تكبر ما بين اليوم التاسع لليوم التمنتاشر وتوصل للحجم النهائي اللي قلنا عليه اللي هو كان إيه؟ رفع عليك من تمنتاشر إلى اتين وعشرين مليون وده استجابة عادية منطقية ومبررة ولطيفة أو إن يحصل إن ما فيش استجابة خالص يعني ما يبقاش البروتوكول ده هو كان أحسن بروتوكول ومحتاجين إننا نزود في الجرعات أكتر سواء كان هنزود في الجرعات الأدوية اللي عن طريق الفم أو نزود في الجرعات الحقن الحقن اللي هتتاخد سواء كان تحت الجلد أو حقن عضل وده بيتم في الدورة نفسها أحيانا على حسب النتائج اللي احنا شايفنا أو بيتم في الدورة اللي بعدها على حسب برضو النتائج اللي احنا شايفنا النوع الثالث من أنواع الاستجابة هي الاستجابة السريعة يعني يحصل كل قاتي إن تصل مثلا بويضتين أو بويضة أو أيا كان ولكن تظهر هذه الاستجابة بسرعة جدا فنلاقي البويضة كبرت من مقاس صغير بسيط لمقاس كبير في وقت قصير قوي وساعتها للأسف البطانة ما بتكونش أخدت نفس الوقت للتجهيز وين وقت بيكون قصير عليها فبتكونش جهزت فطبعا حتى لو خرجنا بويضة فاحنا ما استعدناش في البطانة بشكل جيد فبالتالي فرص الحمل بقت أقر أو يحصل رد فعل شديد أو استجابة شديدة يعني يحصل إن بدل ما كنا متوقعين نتطلع بويضة واحدة نلاقي طلع بويضتين 3-4-5 وده رقم كبير بالنسبة لنا في منشط مثلا عادي لو أردين مثلا أقراض بجرعة بسيطة ما كنش توقعين رد الفعل يكون أو الاستجابة تكون شديدة بهذا القدر وده بيحصل في حالات كتيرة أيضا وبنشوف ولكن الخطورة والألأ وكل الحاجات اللي إحنا مش عايزينها بتحصل لما بنيجي عند النوع الأخير من أنواع الاستجابة النوع الكامس وهو ما يسمى به فرط التنشيط أو فرط الاستجابة فرط الاستجابة للمنشطات أننا نديها منشط خفيف وبسيط أو نديها منشطات كبيرة زي حالات الحقن المجاري وتنشيط الحقن المجاري ونلاقي الاستجابة بدل ما هي استجابة متحكم فيها يعني أنا عارف أننا مثلا إحنا منتظرين نطلع 10 بويضات 15 بويضة 20 بويضة نلاقي الاستجابة كانت استجابة بفرط التنشيط أو بفرط استجابة وخرجت لنا 25 تأتيين بويضة أو 15 بويضة حالة عندها ريزيرف قليل مثلا أو عندها ريزيرف عالي ولكن الاستجابة كانت عالية وللأسف يحدث ليها توابع اسمها توابع فرط التنشيط هنتكلم عنها إن شاء الله في سلسلة دروس الحقن المجاري يبقى ده كان آخر نوع من أنواع الاستجابة يبقى إذن إحنا عندنا علاجات آه كخلاصة كده للدرس النهاردة ليه حالات الويضات الصغيرة أيوة في حاجة اسمها مناشطات والمناشطات بتنقسم إلى نوعين نوع عن طريق الفم كنوع أدوية ونوع عن طريق الحقن والنوعين متاحين وممتازين وفيش منهم أي مشاكل ولكن الفوتوكولات بيتم تقييمها وتقدرها حسب رؤية الطبيب المتابع للحالة ولازم يكون فيه متابعة طبيب صحيحة علشان ندي قرارات عن نتائج المناشطات لأن ما بدي لحالة تقولي أنا خدت مناشط كذا ومناشط كذا ومناشط كذا بسألها طيب المناشطات اللي أخدتيها دي طلعت لنا نتائج إيه في كل شهر تقولي لأ أم الدكاترة أو الدكتورة أو الدكتور قالوا لي آه كويس كويس وخلاص دي ليست أبدا دلالة في هذا الوقت الحالي لازم نعرف أنت خرجتي كام بويضة على هذا المناشط والبويضات وصلت لمقاسات في اليوم الكام وحصل انفجار ولا ما حصلش ونوع الاستجابة كانت استجابة سريعة ولا بطيئة ولا استجابة شديدة ولا فرد تنشيط ولا عدم استجابة خالص فنغير أصلا البروتوكول ده مشتغل على البروتوكولات التانية تماما نشوف أنواع ممكن تدينا النتائج أفضل كلام اللي بيتقالي النهار ده كلام مهم جدا جدا ويعني بصراحة جديدة جدا علشان ما نضيعش وقتنا وما نضيعش مجهودنا وطبعا إن شاء الله نحصل على أجمل حلم نستناء وإن شاء الله رب العميهني أرزقكم بطفل سليم وعافى وبحمل صحيح وتابعوا كل القوامل التشغيل الخاصة بسواء تأخر الحمل حالات هتكون إمامة أو الحالات بتاعت بقى إن شاء الله تسعة شهور فرحة ديكم مننا كل الدعوات بالصحة والسعادة والسلامة والتوفيق لو درس أفادك ضغطي علامة لايك عشان يفيد ناس تانية وشاركيه مع كل الناس اللي تأخر حملهم أو منتظرين إن شاء الله في هذه الإحلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشكر كل اللي وصل للنقطة دي وبنقول إنكم أبطال لأنكم سمعتوا المعلومة للنهاية عشان كده عرفينا وشاركينا تحت في التعليقات إيه أكتر حاجة من المعلومات دي علاقت معاكي وإيه أكتر سؤال محتاجة إنك تعرفي عنه معلومة ولو المعلومة دي فادتك فشاركيها مع أكتر حد من صحباتك بتخافي عليها ومحتاجة إنها تعرف هذه المعلومات وركزوا مع صندوق الوصف عشان هتلاقوا فيه كل التحديثات وقوائم التشغيل اللي هتبدأ تظهر بالخاصة به الموضوع اللي تتكلمنا فيه ودي طرق الاستشارات الأونلاين لنقدر أننا إزاي نتواصل مع بعض بشكل مباشر وإزاي نقدر إننا نستفيد برأي تاني وما تنسيش تضغطي اشتراك وعلامة الجرس عشان تظهر لك الفيديوهات أول ما تنزل على طول وأكيد لو استفدتي من الدرس دوسي لايك